شدد الرئيس المصري عبد الفتح السيسي على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل إلى قطاع غزة جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن الوطني البحراني وأعلنت رئاسة المصرية أن اللقاء تناول ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي من جانبها أشاد مستشار الأمن الوطني البحراني بجهود مصر في دعم غزة وقيمها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين